السلام عليكم و شراكم تمنى هاد الفيديو تلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب وهذا الشهر يدخل عليكم و علينا بالخير بربح و ببركات يا رب العالمين و اتقبل الله و منا و مينكم صالح الاعمال قولوا امين هنا كما تشوفو بديت الصباح تاعي كنا في الدار اليوم السبت مخدمناش هنا بعد ما درت الميناج كان شوي عندي لي تخافو هاد اليامات في الدار دوكو كل من دي الميناج يولي لي لوساخ خليت حتال دوك يكملنا كامل لي تخافو درت الميناج كي ما يلزم هنا شريط تابي جديد بدلتو ستي لوكازيون باش نبدلو عندي شريط و عندو شفية مدة بسح خليتو لرمضان خطاش كان على بال يكون عندي لي تخافو سيبوسا ما فرجتو شتو تسويت دوك هنا فرجتو نقيت الحالة و دوك نبخر شفية الدار مع صباحة هادي قبل ما نروح لحاجة واحدة اخرى نبدأ شغل تال كوزينا وهنا كم يقولوا رمضان يجيب معاه واحدة الراحة نفسية بزاف بزاف هايلا وهاد سوختو كي تشميها كالبخور مع صباحة دانقية و انتي صايمة ما شاء الله ما شاء الله هاد الشهر يفوت عليكم و علينا كامل بخير و ربي يشفي مرانا و يرحم موتانا يا رب العالمين و هنا حنقدم معاكم وصفات المتوم العاصمي على طريقتي ان شاء الله تعجبكم الوصفة و جبنس جال جزائريين اليوم داروا المتوم في نهار لولتا ع رمضان كما حالتي بالنسبة للمتوم تعنس حق هنا الافيون داشي زيت عليهم الثوم كيمون فلفل كحل وملح هنا زوج مغارف تاع لا شابلو نعجنهم هاكا شو يقبل ما نزيد عليهم بيض حبابيت باش هذك الكورات تاع الحم يتفتوليش في المرقاهم بعد و يشدوا رواحهم هنا ممسي حسيتوا بلي الكفتة تاعكم تريا ما عليش غليوها بارك تريا هنا سبقت فيها باش تريا دوكن نوليو الأصوص تاع متوم تاعنا هنا في الطنجرة تاعي دارت شوية السمن و نزيد عليهم غرفة تاعزيت باش ما يتحرق ليش السمن هذك هنا شفت دارت شوية بزيادة دوكن ننقص شوية سمن و مما بعد نزيد النقص بس كنا ماشي موفا نديرها كاليدا جاني شوية بزاف دوكن نشد الحم هذك نسي و نقليوها تخيط غبيا على نارها تكون شوية قوية باش ياخذ اللون و يدي تحميرها نقلبوها كذك شوية بشوية حتى يتحمر ملاح هناك ما رو ماركيتون نقص دي جاس من هذك اللي بزاف نقصتو كامل خلي تغير شوية باش يطبفيه الحم دات هنا شوية كمون ملح و فلفل كحل و نخليهم يزيدوا يتقلاوا ملاح ملاح مع الحم هذك قبل ما نزيد البصل انا هنا دات البصل باش يختل للمرقة ليه ما حبش يدير مما يديش ما شوب لي قاتوا انا دات حبها بصلة صغيرة شوية زدت عليهم قصرة ستوم و نقليهم هكا تخيط غبيا قبل ما نمرقوا بعد و هاد المرحلة اجبالية لازم تخليوها يتقلا تخيط غبيا باش هذك البصل يذوب مع الحم و هذك البصل هو اللي يختار لنا كما قلت لكم المرقة هنزيد شوية حميسة و نغطي عليها و نخليها يذب المليح هذك البصل هنا بعد ما خليتو حوالي خمس دقايق و اللي يتعندو دو كن مرق دي عاكتمو قسمة يطيب لها هذك الحم و الحمص سعشان انا ما طيبتوش في الكوكوتا سيبو سادرت شوية الماء بزيادة باش يجيني سواسوا كيطيب الحم بالنسبة للعافيون داشي هذيك دو كنشكلوها كوريات تكون شوية كبيرة أنا نحبهم المتوم نحب كيجيو الكوريات شوية كبار تكون شكلتهم شوية كبار عم بعد كيطيب الحم كامل أنا خليت الحم تاحت تب تخيط خيبيا باش رميتوهم في المرقة ما نديرو هون شتوت شفيت مع الحم ولي يحب يشباح كم يقولوا بيان المتوم تاو ويدير لو وجه يزيد يرشقهم بحب الوز ولا يقلي معاهم شوية لوز في اللخر ويضيفهم في الوجه تاو المتوم تاو أنا ما كانش عندي لوز مقشات سيبو غصا ما درتوش درتو عادي برك ويجاب بزاف بني أنا كيما قد لكم الحم هنا الطابلي والاسوس بقى تغير شوية قسم ما يطيب هذك الافيون داشي برك ودوكرا هني رميت فيه البولات ونخليه وها يطيب غير شوية يتفاصل الافيون داشي كيما على بلنا كامل البولات هذو ما يشدوش الوقت ويطيبوه بالخف حوالي 15 دقيقة ونطفيو عليه ويكون البلاتة عنا ديجا وجد هنا بسم الله ما شاء الله متوم تعي خرج بزاف هاي الحميصة طابة الزبدة والحم تاني تكيف كيف هنا بالنسبة للطبق الثاني هو حيكون عبارة عن الحم الحلو بدون لحم هنا نديرو برك بالفواكه المجاففة هذي شبونس حنا كاعدة طول موند طول موند اللي نعرفهم كامل نديرو الحم الحلو نهار اللوول مامسي ما يديروش في رمضان كامل بسح نهار اللوول اوبليجي يكون عالطابلة وانا من الناس هذو ما نحب نشباح الطابلة تعي في نهار اللوول بالحم الحلو انا في الكسرونة تعيدت شوية سمن نخليها كايدو بزيط عليهم زوج عبارة تعقرفة ونزيد عليهم زوج مغارف كبار تعال السكر انا الحم الحلو تايش فيها سبيسيال بس كما نديرش كما يقولوا كيلة تعال فواكه المجاففة بكيلة سكر انا من قدر لوجه هذك يجيني بززيف حلوجة مدرتو هكذاك سيبوصة دات غير زوج مغارف قيسم من حلو برك الاسوس تاي بعد زوجت له نص مزهر وزوجت نص الكاس تاي الماء اخليتهم حتى غلووا عقاد شوية هذك الاسوس ما تعقادش بززاف بس كما داش بزاف سكر ما حسيت لها بليتقالت شوية دات عليهم هذو الفواكه المجاففة اللي كانت درت لهم في الماء وحتيتهم داخل السيرو هذك حتى طابو ماخدوليش بزاف الوقت قص عشرة تقاع يقبر كانو ديجا من فوخين في الماء ديكو مسحقوش بزاف الوقت حتى طابو خليتهم تشربوا هذك المرقة وهنا سربيتهم بسم الله ما شاء الله والمريقة تعود جي بزاف شابه هنا بالنسبة للصلاة تعاليو ما نسيت مشيش لصلاة خضرات ديكو قلت حندير صلاة وحد اخرى هن باش نبدلوا بها و جي بزاف بنينة هنا كان عندي فلفل الوان مع بدنجال قوت نقطحهم هكا شرائحي جيوا ببخيقاح كيف كيف هكا دي كاري هكدا و مع هذك البدنجال بسي نقطعو دوائر و نديرهم هكا شواء هذك الفلفل اللي نحيتو لهيك ما نرميش ندوك نزيد نقطعو الصغار باش نحتفظ به لوصفوا واحد اخرى ان شاء الله هنا في المقلة التاعي درت له شوية ندات بزيت زيتون بس هتقدو ديرو زيت واحد اخرى دهنتو ودرت هذ الشرائح تاع البدنجال باش يطيبوا لي هكام شوين هنا بعد ما تشوالي قال فلفل مع البدنجال نحيتو درت عليهم دي كاري تاع الفروماج تاع الفيتا يجيب الزاف موالمين مع هاد القرياد تاع الخضرة وزيت درت عليهم فلي تاع هاد الكريم بلزامي كي تجيب الزاف هايلا و بنينا الى هنا نقول لكم ان شاء الله ربي تقبل منا و منكم صالح الاعمال ونقول لكم نتلاقى في فيديوها جاية ان شاء الله و مع السلامة اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا